مشاهدي الكرام وردنا الان هذا الخبر العجل حيث تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظره الامريكي انتوني بلينكن واصرح السفير احمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بان وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية اعرب عن تطلع بلاده للعمل المشترك الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر خلال الولايات الجديدة للسيد الرئيس والحرص على دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز اليات التنصيق والتشاور بشأن التحديات الاقليمية والدولية المتزايدة واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بان الوزيرين تناولا بشكل مكثف تطورات الوضع في قطاع غزة حيث توافقا على استمرار رفض اي نزوح للفلسطينيين خارج اراضيهم واهمية العمل بكل الوسائل للحيلولة من دون وقوع ذلك وقد استعرض الوزير بلانكين الجهود التي تبذلها الادارة الامريكية في سبيل منع النزوح ومن جانبه اكد سمح شكري ضرورة العمل من اجل ضمان تكثيف نفاذ المساعدات الانسانية الى داخل القطاع معربا عن تطلع مصر لدعم الولايات المتحدة لمشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والاسلامية بمجلس الامن نظرا لطبيعته الانسانية وما يوفره من آليات تسمح بنفاذ المساعدات الانسانية الى داخل قطاع غزة بسهولة ويسرى وخلال مدة زمنية قصيرة للتعامل مع الاحتياجات الانسانية الضرورية للفلسطينيين ومواجهة التحديات والمعوقات التي اكتنفت دخول المساعدات خلال الفترة الماضية ومن ناحية اخرى اوضح السفير احمد ابو زيد ان المحادثات بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة الامريكية تناولت التحديات الامنية في منطقة جنوب البحر الاحمر ومضيق باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الاحمر حيث اكد السيد سامح شكري ضرورة العمل على توفير الملاحة الامنة في البحر الاحمر ضمانا لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل امن هذا وقد اتفق الوزيران في نهاية الاتصال على اهمية استمرار التواصل والتنصيق خلال الفترة القادمة والتطلع لاجراء المزيد من الاتصالات واللقاءات مع بداية العام الجديد